السلام عليكم خوتي ان شاء الله يربي تكونوا بخير خوتي الخبر الرسمي هذا والخبر العاجل هو ان قائمة تاع السوسيال اصحاب التنقيد خوتي لدفعين دوسيات تاع السكن الاجتماعي لاليست غادي تخرج غدوة ان شاء الله غدوة ان شاء الله غادي تخرج لاليست وهدي تتلاقوها خوتي في الصفحة الرسمية لدائرة وهنا الصفحة الرسمية خوتي هذي اللي الخبر خوتي هاول هنا رئيس دائرة يتكلم هنا يعني على القائمة غاليست خوتي قال لهم غادي تتلاقوها في الصفحة الرسمية يعني ما غادي تتلاقوها في حتى جهة افار الصفحة الرسمية لدائرة وهران فلهذا خوتي الناس لدفعين دوسيات مدى بكم غدوة ان شاء الله كون عادكم الصفحة هادي خوتي وتبعووا لاليست ان شاء الله يا ربي باش تتلاقو الناس اللي لمعلى بالهاش تتلاقى الاسماء انتحانا وتشوف هنا لكن خوتي كان حاجة قولي وهذا والبيان خوتي تصفحة الرسمية لدائرة وهران حول حول خوتي الناس حول القائمة اللي غادي تخرج واللي قول فيها خوتي قال لك ينهي سيد الرئيس دائرة ولاية وهران الى عين كافة المواطنين والمواطنات انه تطبيقا لتعليمات سيد والي الولاية ستقوم مصالح الضائرة بنشر قائمة قائمة المرشحين للاستفادة من السكانات العمومية الايجارية لدائرة وهران كما لكم تشوفون خوتي خلال الساعات القليلة يعني سويا هدو الارام جيين القائمة خوتي فيها قال لك تزيد ازيد من الف ازيد من خمسالاف وربعمائة مرشح للاستفادة كمرحلة اولى للمواطنين الذين يعني الناس القائمة فيها خمسالاف وربعمائة واحد غادي يستفاد باذن الله ان شاء الله ربعا لا خمسالاف وربعمائة واحد اللي غادي يستفادوا والقائمة ولا اسمه واتحم اللي غادي تخرج في لاليست والناس هدو سكون خوتي الناس هدو اللي دفعين الميلة lüونسية التوحون من الف وتسعمائة اور ربع وتس坐ığın سبعين حتى الالفين وربعمائة عش من الف وتسعمائة وربعم وسبعين حتى الالفين وربعة عش هادية لاليست الآن اللي غادي الناس هدو اللي γادي يتلاق الإسمه وتوحون في لاليست قل لك وستكون قابلة للطعن خلال خلال اجال اقصى ثمانية ايام يعني الناس اللي ما تلاقاش الاسم انتاحا. عندهم الحق باش يديروا الطعن. الطعن هذا خوتي وين? الطعن هذا تطلقوا في تروح البالي دي سبور. مدين جديد اخوتي. البالي دي سبور تطلقوا ثم تطلقوا ديرين رام ديرين زوج مكاتب. اللي الناس تقدم فيها طعون تاحا. يعني انتا كما تطلقاش اسمك. هادي تهود عندهم. تم في المكتب. تعطيهم دو معكم الكيطانس هادا كيطانس بتاعكم. ولا 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 الاستدعاء هاداك اللي رسله لكم الاستدعاء اللي اه الناس راه يشايف اتذوق خليكم الصورة نتعوه هنا يا. الاستدعاء دول استدعاء هاداك. وهودوا عندهم وهو ما راح يقولو لكم ان ذو بالنسبة الخاصة بالناس اللي ما بقاوش اسماءهم لا في الملفات المرفوضة ولا في القائمة. يعني غاديك يتروه عندهم هما غادي يفهموك يقول لك سبا علاش اقصينا. يمكن يكون اقصاوك عن طريق الغلط كما قال رئيس الدائرة. يعني يمكن تكون غلطة. فلهذا عندكم اجال تمانية ايام خوتي ويجور تمني ايام تمني ايام لتروحوو تتدفعو فيها. اتفو تمان ايام هذه اعدما الله اجركم. نشروع لهذا الغرض. قالك سيطين فتح مكاتب الاستقبال طوعون على مستوى قصر المعارض بالمدين جديدة خوتي باليديسبور ابتداء امي صباح يوم من ثلاثة. يعني نهار ثلاثة غادي تلقوهم حالين. مشي لا ليس تلقوها نهار ثلاثة تمام يا خاودي باش تكونوا متفاهمين. يعني غادي يحلوا المكاتب في البالي دي سبور للناس باش تحط الطعون ويعرفوا علاش آآ آآ علاش والسبب اقصاء الملفات انتوح. داكور? باش يعرفوا السبب وهما يقول لكم السبب تمام. اما لا ليس تخوتي لا ليسا نقول لا ليسا راح تتلقوها في هذه الصفحة الرسمية لدائرة وهران. قال لك وبالتالي فان اي مواطن يرى انه قد اجحف في حقه يمكنه تقديم طعنا مرفقا بالوثائق الثبوتية حصريا على مستوى الموقع المذكور اعلى هو ذلك لتمكن اللجنة الولائية للطعون من دراستها بشكل بشكل بكل شفافية كما ستعمل ذات اللجنة على اقصاء اي مرشح لاستفادة ان ثبوتا عدم احقيته وتعويضه. داكور خواتو يعني الناس اللي كم نقول احنا تكون صارية غلطة. غادي يقلعوا الناس هادو كم احنا اللي يشكوا بهم. ما عندهم احقية بش يستفادوا. ويحطوا في المكان تحمل الناس اللي راح تستفاد. فلهذا خواتي انا غادي نقول لكم باللي. غدوة ان شاء الله راح تطلقوها في الصفحة الرسمية تاع دائرة وهران. اللي هي هادي اللي وريتها لكم. اللي ما يعرف شها صفحة هادي. راح نخليكم خواتي الرابط على الصفحة في صندوق الوصف. تدخلوه تديكم مباشرة للفيسبوك ولا راح فيسبوك كتب الصفحة الرسمية راح تطلع لك. داكور خواتي. هذا هو الخبر خواتي اللي حبيت نشاركها معكم. وان شاء الله يا ربي تستفادوا. وربي يفرحكم ان شاء الله. ما تنسوش بارك اخواتي يديروا الجام باش الناس اللي ما يكونش على باله يكونوا يولي على باله. وتشتاكم في القناة وربي يحفظكم ان شاء الله وربي يهنيكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.